اسمه رادار الأسعار تطبيق لضبط الأسعار في الأسواق كلها الحكومة أعلنت الانتهاء من تطبيق رادار الأسعار وده دعني أقول لكم ليه مزايا كتير قوي زي أن إنت مثلاً قبل ما تنزل أصلاً الماركتز اللي أنت عايز تنزله تختار أنت عايز تروح فين يعني which market أنت حابب أنك تشتري منه تاني حاجة أن إنت بعد ما تنزل وتروح تاني حاجة أنت ممكن تصور الـ product أو منتج اللي أنت هديبه ولو لقيت أن هو سعره يعني مختلف عن اللي أنت متعود عليه ممكن تحطه في الناحية بتاعت الـ complaint أن أنت بتشتكي فبرده فكرة حلوة جداً عشان واحد يبقى بس عارف يدتكت فكرة اللي هو لو حد مغلي لو حد مقلل وبرده في option أن أنت ممكن يعني تدخل على market معين وتشوف منه الأسعار وبرده تقارنه ببقية الماركتز التانية فبرده حاسة دي حاجة هتبقى فيها ضبط الأسعار يعني دي حاجة بقى خلص يعني كل حاجة في الـ application قدامنا كلنا قدام الحكومة طبعاً الحكومة هي اللي عاملة الـ application ده فما أعتقدش أن هيكون فيه بقى هنا تلاعب يعني تلاعب في الأسعار ده ممكن يقل بقى شوية هيقل جامد ممكن ما يقلش قوي في الأسواق أو في الأماكن اللي برضو مش بتستخدمت لأي حاجة ديشتل أو كده بس في السوبرماركت الكبيرة أو الـ hypermarket أو الكلام ده هيبقى دايماً فيه documentation وكده صح فلنأمل بس أن الموضوع فعلاً إيه يبقى effective ويتنفس بطريقة قويسة ما يبقاش لو هو كله غلي مرة واحدة فاللتبقى سعارنا كلنا غلياً فده بس القلق الوحيد ولكن لو هو فعلاً هيثبت حتة أنه يبقى حتى الفروقات لأنه أكيد كل هايبر ماركت برضو ليه نسبة بتاخدها عن الـ hyper التاني لأنها هتلاقي مثلاً في العادي السوبر ماركت أغلى من السوبر ماركت في الكلام ده بس تبقى ضبطاً نسبة يعني الغلاق ما يبقاش إيه ضارب الـ percentage يعني تكون فيها نسبة وتناسب شوية عشان برضو زي ما قلنا لكم في أول حلقة أن الفترة الأخيرة ناس كتير جداً كانت تشتكي من الأسعار وأن هي يعني أن الـ product نفسها أو السلع نفسها مش موجودة فهنا بقى كانت المشكلة كان فيه أزمة سكر من فترة وبعدين مش عارفة أزمة إيه تاني وبصل وأزمة يعني حاجات كتير أساسية المشكلة من الحاجات دي فعلاً سلع أساسية في حياتنا اليومية الموضوع بقى غريب قوي عشان بقى ناس ديينة كده مثلاً نوص وغيرة ممكن ما يبقاش عندها مسئوليات كديرة مش عارف إيه قاعدين منتكلم بجيبوه منين عشان فانيه غالي دلوقت صح؟ لماذا؟ ليه ممكن أبقى قاعدة أشغلت ناغي قوي في موضوع الفراغ وكده على عكس ممكن الناس تبقى عندها مسئوليات أكتر فيها شوية أكيد ملهمها بالموضوع يعني أحسى دي الظروف الاقتصادية دلوقت يا أزمة يعني خلت الناس كلها بس كوي نس عشان نبقى كلنا برضو عارفين إيه اللي بيحصل لأن فيه ناس برضو بتكون في بابل كده مش عارفة إيه اللي بيحصل وهمش عايزين يعرفوا بالضبط هتلاقي كل الناس اللي يعني الصغيرة شوية دارينا بفكرة اللي هو طب إحنا هنخرج هتلاقي سعر الريستورانت ده غالي طب الكافي ده غالي طب كذا طب ما أنت تعرف برضو سعب الغلاق ده حصل إزاي عشان ما نبقاش اللي هو ماشيين كده وخلاص ده أصل مطعم الفلاني غالي وخلاص لا فنبقى فهمين وبردو خليني أقولكو أن الحكومة أكدت على تخفيض الأسعار بعد العيد فدي برضو حاجة يعني كويسة نحن محتاجين يعني في خلال فترة العيد ناس كتير قوي برضو بترفع الأسعار بتاعتها وبين هي يعني موسم فالطلب هيكون كتير برضو زي برضو رمضان يعني الطلب برضو بيكون كتير فبين يعني بنتهز الفرصة والهو خلاص بقي لكلين نرفع الأسعار بيعايزوا علينا هم كمين صح؟ مش عاديين معايدة شكرا وبردو ده مع وجود العملة الصعبة يعني دلوقتي ليتلي بقى فيه خلاص يعني الحمد لله لان بقى فيه في مصر يعني أخيرا دولارز شوية دولارز فحاسة حاجة زي كده برضو ممكن يعني تحل الأزمة بتاعت ردفاع الأسعار والحاجات بقى المتوقفة في الميناء ممكن خلاص تيجي تمشي شوية صح؟ ربنا يسطر بس ويهدي كده والدنيا تبقى سبتة الدولار مايلعبش معنا كتير صح؟ يعني لا احنا يعني خلاص احنا اخر مرة حصل التعويم فنسبت بقى لي شوية ايهوكس والله دي كنت كل الأخبار اللي معينا اليهاردة لو الحلقة فاتتكوا تقدروا تشوفوها تاني على يوتيوب Love in Cairo تقدروا تسمعونا تاني على بودكاست أبل بودكاست جوجل بودكاست أن غاية من سبوتيفاي تقدروا تعملون لنا منشن فاي حاجة بتحسن في كايرو واللي انتو هتحتفلوا في العيد فين واحنا اكيد هنشوفها هنرد عليكم يارب يكون يومكو حلو هابي هابي ايه بقى؟ هل يقول لها حاجة هابي 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 هابي